كنت على المصالحة وطبعاً هذه جداً مهمة خصوصاً أنه باليومين الماضيين شفنا عنف شفنا قتلى وجرحة شفنا اشتباك لم يتطور كثيراً يعني بعدما تدخل الجيش والمدرعات ولكنه بالتأكيد مخيف هل تعتقد أنه هناك خطر من أن تنزلق مصر في حرب أهلية؟ ما هي الضمانات اللي يحصل هذا؟ يا سيدتي الأخطار محدقة بمصر ما فيش كلام ووقع الله مصر من حرب أهلية البعض يتحدث عن إمكانتها إنما إلا حيثير الحرب الأهلية أو يدفع الأمور نحو الحرب الأهلية سوف يدفع ثمناً غالياً لأن المصريين في غالبيتهم حيقفوا موقفاً واحداً مع كل مؤسستهم ضد من يحاول إثارة حرب أهلية أو إثارة الدماء في مصر أن تعارض، أن ترفض، أن لا تقبل، أن تشكو، أن تصرخ كل ده ممكن أن تنافس في الانتخابات دي مسألة ضرورية أن تجلس على مائدة التصالح وتضع شروطك أو وجهة نظرك هذا من حقك أن تطلب أنه بعد ذلك إذا حققت انتصار في الانتخابات البرلمانية أنه يكون لك حصة في مجلس الوزراء أو تشكلها كلها شكل الحكومة إذا انتصرت هذا من حقك إذا كان في انتخابات الرئاسة القديمة تريد أن تنافس هذا من حقك دي كلها حقوق مهمة جداً للإخوان المسلمين والغير الإخوان المسلمين لكل مصري أياً كانت هويته أما أن يدفع أي فصيل مصر إلى حرب أهلية فسوف تقف مصر كلها ضده ومش بس كده أنا الأوان أنه العرب باقي الدول العربية اللي دائماً وقفت مع مصر وحول مصر ووراء مصر في الكثير من المواقف السياسية والاقتصادية والأمنية القومية الوطنية الآن جاء الدور أنهم يساعدوا مصر لتنجح ولتمنع إذن الفشل وتجعل من أي حد يتحدى النجاح مجرماً في حقهم